اللي كان امبارح برضو الحاجة الغريبة جدا قعد 8 دقايق امبارح 8 دقايق علشان عشان نعمل ايه عشان عايز الغي الهدف ولا عشان ايه ولا عايز بس ان انا ارسي العدالة اتمنى ان اللي امبارح حصل ده 8 دقايق ولا 7 دقايق انا قاعد كلنا كاهلوية قاعدين مستنيين حكم الفار على حاجة واضحة لنا واحنا قاعدين والله واضحة لنا واحنا قاعدين فتخيل حضرتك ان الكابتن امبارح حكم الفار ما قاعدنا 7 دقايق ليه معرفش هل بينتظر تليفون من حد انا معرفش انا ما بقولش ان هو حصل انا بقول هل بيحصل كده ولا ما بحصلش معرفش لانه حضرتك اللي فتحت لي باب الشكوك انا عمري ما شفت في حياتي حد بيقعد 6 او 7 دقايق على كرة صحيحة واضحة للعين واضحة للعين المجردة احنا عايزين اهل فار يتم تحقيقه تحقيق العدلة به ولكن مش ان انا وقف ماتش 7 دقايق 8 دقايق تخلي بعض المحللين اللي ما بينتموش للنادي الاهلي بيحاولوا دايما يدخلوا لك ما هو اصله الحكم مدينا 7 دقايق ومش 8 دقايق والكلام الفاضي اللي عدراتكم او الكلام اللي بيتقال دا يعني هو الفار اللي عندنا دا مش هو الفار اللي بنشوفه برا في انجلترا وفي اسبانيا اللعبة في انجلترا لو خدت دقيقة دقتين تلاتة يعني دا عمري مش شفتها كتير يعني لكن دقيقة اتنين تلاتة لكن 7 دقايق و6 دقايق ليه انت عايز تخلي نادي الاهلي تخصر نادي الاهلي تقولي اني دي مش جنو وخلاص مثلا انا انا روحت للاتجاه دا مع انه انا لاقو شكك في زي ما مع احد ولا بتكلم عن حد اطلاق ولكن انا بسأل سؤال انا بسأل سؤال حد يطلع يقولي لا هقول له خلاص اوكي وعلى فكرة انا الاسبوع اللي فات كنت بشيت بالتحكيم الاسبوع اللي فات في مباريات اخرى يعني كنت بقى اوشيت بالتحكيم هو فيه ايه يا جماعة هو هو ليه بتعمله كده